في متابعة للمواقف على هامش الجلسة الواحدة والثلاثين انتخاب رئيس الجمهورية ننتقل لنستمع النائب سامي الجميل وموقف كتلة الكتاب الضرورة الوحيدة كل شي فيه خروج عن الدستور الضرورة الوحيدة اليوم هي الخروج عن الدستور وتدمير لبنان نحن بالنسبة لنا هيدا الخروج عن النص عم يفتح مجال لتفسيرات مختلفة عم يفتح مجال لصدمات طائفية عم يفتح مجال لاستفافات طائفية عم يفتح مجال لشريعة الغاب ونحن بلشنا هلأ بهيد التشنوجات يلي عم نشوفها باليومين الماضيين ما منعرف هيدا وين بتخلص لأنه ضابط الإيقاع وهيدا الكنة عم نحذر منه من النهار الأول نهار يلي منخرج من النص وبيصير كل واحد عم بيفسر الدستور على زوقه منروح إلى محلات حقيقة أنا أكيد اللبنانيين ما بدون يروحوا عليها بس أنا بستغرب اليوم أنه نكون عم نفضل نحنا نترك البلد هيك على أنه نرجع نصلح الواقعي اللي نحنا موجودين فيه من جهتنا نحنا ككتائب نحنا رح نتصدى لكل هيدا المحاولات رح نتصدى لكل تسويات على حساب انتخاب رئيس الجمهورية على حساب الدستور على حساب اللبنان على حساب اللبنانيين على حساب رئيس الدولة نحنا بالنسبة لقلنا أي جلسة ما بيكون موضوعة انتخاب رئيس الجمهورية هي جلسة مخالفة للدستور كنا حبينا نقدر نجي على أي جلسة تشريعية ولكن القانون ما بيسمح لنا نجي مش نحنا ما بدنا نحنا كتير حبين لأن احنا ناس مؤسسيتيين من امن بالدولة ونحنا حبين نلعب دورنا بالكامل مجلس نواب مجلس وزراء ولكن القانون ما بيعطينا الحق بأنه نعمل أي شيء غير ننتخب رئيس جمهورية إذا اجتمع المجلس النيابي لهذا السبب يلي وصلنا له اليوم أنا بنشد كل الأطراف اللبنانيين المتنازعين اليوم بنشد الرئيس برري بنشد الأفريقاء الأحزاب يلي اليوم ما تبرى أنه في مشكلة ميسائية أنه بدل ما نروح إلى مزيد من التشنجات بدل ما نروح إلى مزيد من الاجتهادات بدل ما نروح إلى مزيد من المخالفات نرجع إلى بيت القصيد نجي ننتخب رئيس جمهورية نجي ننتخب رئيس جمهورية ما في شيء بيمنعنا ننتخب رئيس جمهورية نشرف نجي ننتخب رئيس جمهورية ما في ضرورة أهم من أنه ننتخب رئيس جمهورية ما يأخذونا يعني بكرة يلي جاي كرميلتا يقر مخالفات جديدة مثل إنشاء مجلس للبقاع ومجلس للعقار كأنه مجلس الجنوب ما كفينا كأنه أنه يكون عنا مجالس ما نخاض على رقابة ديوان محاسبة وما نخاض على إنون محاسبة العمومية نجي نخلق سناديق جديدة خارجة عن إطار رقابة الدولة هيدا ضرورة أكتر من أنه ننتخب رئيس جمهورية وين الضرورات بكل هالأمور هاي ندين اللبنانيين على مشاريع ما نخاض على الرقابة هيدا ضرورية أكتر من أنه ننتخب رئيس جمهورية لا نحنا بدنا نتصدى لهيدا الشيء رح نضلنا عم نقول كلمة الحق رح نضلنا صوت الضمير بهيدا الجمهورية بالوقت يلي منطق التسويات ماشي متل ما كان فيه تسويات مالية مبارح متل ما كان فيه تسويات على حساب الجيش اللبناني أولت مبارح اليوم عنا تسويات جديدة عم بيتحضر عم بيتحضر له هالمرة على حساب الدستور على حساب رئاسة الجمهورية على حساب اللبنانيين وعلى حساب القانون نحنا بالنسبة لإلنا هيدا التسويات ما بتعنينا هيدا التسويات هي عار على لبنان هيدا بالنسبة لإلنا غياب المطالبة بانتخاب الرئيس بكل البيانات و بكل التصريح يلي عم نسمعها من كل الأفريقاء غير مقبولة نحكي عن جلسات تشريعية من دون ما نجيب سيرة انتخاب الرئيس شيء غير مقبول العودة عن المطلب الأساسي يلي هو احترام هالخارطة الطريق يلي بتبدأ بانتخاب الرئيس تشكيل حكومة جديدة اقرار انون انتخابات اجراء انتخابات مبكرة الرجوع والعودة عن هيدا التراتبية الدستورية والمنطقية والوطنية العودة عنها غير مقبولة لهيدا السبب نحن معلش يضال في صوت حر يضال في صوت رافض هذا المنطق يضال في صوت عم بيحافظ على الدستور وعم بيحافظ على المنطق وعم بيحافظ على حد أدنى من احترام لللبنانيين ولإرادة اللبنانيين المتجسد بالدستور اللبناني ما حدا بيحق له يعدل قوانين اللعبة إلا الشعب اللبناني ما حدا بيحق له يغير الدستور إلا الشعب اللبناني من خلال انتخابات نيابية ومجلس النواب ما حدا بيحق له يصطنع معايير جديدة إن كانت معايير الضرورة يلي ما عم نعرف شو هي وما منعرف مين بيقررها أو معايير الميسائية يلي ما منعرف شو هي وما منعرف مين بيقررها لا كل هذه الاجتهادات لازم توقف وإلا نحن من هون عم نحذر من مجلس النواب هذه الاجتهادات رح تاخد البلد إلى تشنجة طائفية رح تاخد البلد إلى تقسيم رح تاخد البلد إلى الحرب الأهلية لأنه وقت ما يعود فيه قنون ودستور راعي رح يصير قوة الأقوى هي اللي عم تحكم لبنان ورح يصفي كل واحد بقوة الأمر الواقع عم بيحاول يغير موازين القوة إذا بدهم اللبنانيين أنه ينحكم لبنان بموازين القوة مش بالقنون ومش بالدستور خليهم يكملوا مثل ما هلأ مكملين شاش عمي رح تكون شريك معهم بالتصعيد فيما لو معقدت الجلسة في غياب الكثرة للرئيسية ثلاثة اليوم إذا راحوا بتسوية على جلسة هل راح تكون شريك بالتسوية؟ سيدنا نحنا هايدي التسوية ما بتعنينا نحنا من أول نهار أخدنا موقف يلي هو رفض أي تشريع لأنه هذا التشريع غير دستوري مش لأنه ما عابلنا ولا لأنه والله هيك موقف مبدئي مانه موقف مبدئي ما بيحق للنواب أنه يعملوا أي شيء غير ينتخبوا رئيس جمهورية ما بيحق لهم يعملوا أي شيء تبكتوبه أسود على أبيض بالدستور هيدا موقف لأخدنا من الأول اليوم إذا التقل بعض أنه هايدي الجلسة ما بدوا يحضرها لمية سبب وسبب منكون التقائنا على النتيجة بس ما التقائنا على الأسباب نحنا بالنسبة لإلنا مش مفروض حتى نفكر نحضر هايدي الجلسة لأنه مش مفروض نكون عم نشرح نحنا مفروض نكون عم تخي برئيس جمهورية لهيدا السبب لهيدا السبب نحنا عم ندعي كل الأفريقاء بمجرد أنه خراجنا شوفتي وين وصلنا شوفي هلأ وين وصلنا هلأ قد يصنع مش سامعين اصطفاف طائفة مثل اسمعاني مبارح هيدا هو نتيجة خروجنا عن الدستور هيدا اللي شوفناه مبارح هيدا المشهد اسلمي مسيحي يلي ما شفناه من الحرب اللبنانية عم نشوفه اليوم لأنه خرجنا عن الدستور هيدا هو نتيجة خروجنا عن الدستور وإذا كملنا عم نخرج عن الدستور هيدا الاصطفاف الطائفة اليوم مسلم مسيحي بكرا بيصير سنة شيعي بكرا بيصير وين مكون أخدنا البلد يا جماعة لهيدا السبب عم بيكون موقف الكاتئة الهدف منه حيفاظ على السلم الأهلي حيفاظ على لبنان حيفاظ على وحدة لبنان لأنه ما بيأمن وحدة لبنان إلا احترام القانون والدستور واليوم لا بد يكون ولا جرب تكون نحنا ككاتئب ما جربنا نعمل أي تسوية بموضوع إجراء جلسة تشريعية لأنه نعتبر أنه ما بيحقلهم النواب يعدوا جلسة تشريعية ما بيحقلهم خيلو عبالهم ما بيحقلهم القانون بيمنعهم أن هم يعملوا جلسة تشريعية الدستوري بيمنعهم أن يعملوا جلسة تشريعية فيه ناس مقاطعين جلسة انتخاب الرئيس يالي اليوم ما أجوا هن اللي بيتحملوا مسؤوليئ يركي مجلس النواب هن اللي بيتحملوا النتيجة هن اللي بتحملوا النتيجة اللي وصلنا له على صعيد المؤسسات لازم للحل انه يشارفوا ينتقبوا رئيس جمهورية الشعب اللبناني يطالب النواب المقاطعين يلي عم ياخدوا لبنان إلى المجهول يطالبهم بالمجيء إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس جمهورية هذا هو الحل مش الحل أن يجتمعوا اللبنانيين على نبذ الدستور على نبذ الرئاسة على ترك لبنان من دون رأس ترك لبنان بمهب الريح ترك لبنان بالتشنجات الطائفية وبالصراعات المذهبية يلي بدأت اليوم كانت أول مشهد يمكن هذا يتطور إلى ما بعرف لوان لهذا السبب نحن نجي نقول حين الوقت ننزلق ونرجع إلى المنطق ونرجع إلى الدستور شخص سامي معروف قرار رئيسي ما نوش ببنان بتخلي البلد تروح على المجهول انت قلت سؤال جوهري وانا بشكرك على هذا السؤال انت قلت التالي معروف أنه قرار انتخاب رئيس الجمهورية منو بلبنان أنا بدي أقول لك بالنسبة لقلنا كاكا تائب قرارنا بانتخاب رئيس جمهورية هو قرار ذاتي فينا وقرار لبناني محت بدك تظهر لبرة وتسأل كتل النيابية يلي لحديث هيدا اللحظة بالذات رابطة حالة بالخارج ورابطة مصير اللبنانيين واقتصاد اللبنانيين وحياة اللبنانيين والتعتير يلي عايشين فيه اللبنانيين رابطينه بالخارج ورابطينه بصراعات الآخرين بدك تروح تسأل هيدا القوة نحنا بالنسبة لقلنا نحنا لبنانيين نحنا ما عنا غير انتماء ما عنا غير ارتباط ارتباطنا بالشعب اللبناني وفقط بالشعب اللبناني لهيدا السبب نحنا بالنسبة لقلنا هيدا الكلام مزل مزل للسياسيين بلبنان أنه يكونوا هن عم بينحكم والشعب اللبناني كلهم مقتنع أنه قرار انتخاب الرئيس هو قرار خارجي يعني قرار الكتل الذي في مجلس الناب يقرر خارجي يعني أرار النواب عرار خارجي وهذا عيب على لبنان لهذا السبب نحنا بالنسبة لأن كحزب لبناني مشروعه لبناني ما رح نقبل نظهر من المنطق ما رح نقبل نظهر من لبنانيتنا ما رح نقبل نظهر من منطق الدستور والقانون وعم نحذر أن الخروج عن منطق الدستور والقانون بيأخذ البلد إلى الحرب الاهلية بدن يكمله هكي يكمله هكي وشكرا استمعنا إلى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال إن الخروج عن الدستور هذه المرة فرض استفافا طائفيا غير مسبوق ولم تشهده البلاد منذ الحرب الأهلية ما يهدد السلم الأهلي والعيش بين اللبنانيين الجميل جدد موقفه برفض الجلسة التشريعية قبل جلسة الانتخاب وهو حذر هذه المرة من التقسيم والحرب الأهلية وخراب البلد في حال استمارة التسويات التي تحصل فلا تشريع دستوريا قبل انتخاب الرئيس الجميل رفض يكون انتخاب الرئيس قرار خارجي وجزم أنه قرار لبناني على النواب النزول إلى ساحة النجمي ومباشرة فورا بانتخاب رئيس جديد للبلاد